الله أكبر يتواصل نزيف العلم في الأمة فها هو الدكتور عبد الحميد العبيدي أستاذ الفقه المقارن وأحد فقهاء العراق وعلمائه يغيبه الموت في القاهرة عن 81 عاما قضىها في أرويقة المدارس والجامعات متعلما ومعلما وعلى منابر الإعلام داعيا ومربيا صحيح أن الفقيد كان عراقيا منبت إلا أنه أيضا كان إسلامي القلب وعروبي الهوى ولم يكن مجرد عالم يحتفظ بصفحات العلم جامدة في صدره بل جسد الشيخ العبيدي في مسيرته حركة العلم الشرعي في عجلة الحياة فبين أحكام الشريعة في المناسك وأظهر حكم الشرع في النازلات وقدم مواقف عملية منافحة عن العدل ومواجهة الظلم ولأن مصاب العراق كان كبيرا بوفاة الشيخ العبيدي فقد تداعت القوى العراقية الوطنية لهذا المصاب فنعت هيئة علماء المسلمين في العراق الفقيدة في بيان رسمي وأقامت حفلة أبين له في مبنى الهيئة في العاصمة الأردنية عمان حضره كبار مشايخ الهيئة ومسؤوليها وفي مقدمتهم الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره تنع هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي العالم والفقيه وأستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة العلوم الإسلامية بجامعة بغداد سابقا الذي وافق الأجل اليوم الاثنين الرابع من شعبان عام الف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة الموافق السابع من آذار عام الفين واثنين وعشرين للميلاد في القاهرة بمصر عن عمر نغز واحدا وثمانين عاما وقد أشرف الفقيد رحمه الله على عدد من طلبة الدراسات العلية في بغداد في علوم الفقه وأصوله وناقش كثيرا من رسائل الماجستير والدكتوراه وتولى مدة من الزمن مسؤولية معاون عميد كلية الشريعة في الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي رحم الله الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي وتقبل منه جهوده وعلمه وعمله وجعلها شاغدا له وسبيلا إلى جنات النعيم وأخلف لبغداد وأهلها وطلبة العلم في العراق والأمة جميعا علماء ودعاء يحفظون علوم الشريعة ويسعون في نشرها وقد تحدث الدكتور الضاري عن الشيخ العبيدي بكلمة مطولة ركز فيها على القيمة العلمية لفقيد العراق والأمتين العربية والإسلامية وبعد أن استعرض الدكتور الضاري علاقته بالشيخ العبيدي وكيف تعرف إليه في مقاعد الدراسة تلميذا بين مناقب الفقيد التي جمع فيها البعدين الديني والدنيوي مشيرا إلى أنه كان مثالا للعالم المسلم الذي يتحرك في المجتمع في هدي من الإسلام فيبين أنواره المتوافقة مع العصر بدون تنازل عن الثوابت فسيرته تجمع بين بعدين مهمين جدا طالما تحدثنا عنهما وهو الربط بين البعد الديني والبعد الدنيوي في شخصية العالم المسلم العالم المسلم الذي يتحرك في المجتمع يتحرك في الشأن العام يتصل بالناس يعرض الإسلام بالصورة التي يحتاجها العصر بدون تنازل عن الثوابت أو الظوابت الشرعية هكذا كان الدكتور عبد الحميد في غالب أفعاله وأعماله وكتاباته وتطرق الدكتور مثنى في كلمته إلى الأثر الإعلامي المهم الذي تركه الفقيد من خلال البرنامج الشهير حوار في الشريع الذي قدمه على امتداد سنين على شاشة قناة الرافدين العراقية ونوه مسؤول القسم السياسي في الهيئة بمواقف الراحل الشيخ العبيدي السياسية الرافضة للاحتلال والداعمة للمقاومة العراقية كما أن الشيخ العبيدي سارع إلى التوقيع على البيان الشهير الذي أزره كبار علماء العراق دعم ان انتفاضة المدن العراقية عام 2013 في وجه سلطة المنطقة الخضراء أنه صاحب موقف سياسي وطني ملتزم وهذا الموقف السياسي الوطني الملتزم جعله يقف مع قضية العراق بعد الاحتلال الموقف الشرعي المطلوب ضد الاحتلال دعم للخيار الوطني دعم لخيار المقاومة دعم لخيار القوى المناهضة من الاحتلال وشارك في تأبين الفقيد الشاعر العراقي الدكتور عبد الودود القيسي الذي نظم قصيدة في مناقب الراحل العبيدي وآرائه ومواقفه الإسلامية والقومية والوطنية علما تجود به كريما مرشدا يا كاسيا أعطاف قلبك دينه في درب قرآن تباركه رذا ووافت المنية الشيخة دكتور عبد الحميد العبيدي يوم الاثنين الماضي في القاهرة حيث وصلي عليه في جامع الحصر في القاهرة قبل أن ينقل جثمانه إلى العراق ويصلى عليه في جامع أبو حنيفة ببغداد ومن ثم في جامع عبد الجليل في الرمادي حيث ووري الثرى